نشرت وزارة الداخلية في المنى بعنوان المهمة وذلك في إطار احتفالات الوزارة بعيد الشرطة السبعين أبرز الفيلم التضحيات التي يقوم بها رجال الشرطة في الظل من أجل الحفاظ على مقدرات الوطن في مخلوقات كتير عيش حولينا ممكن نقوم بنشوفهاش بإن المجردة المخلوقات دي ربنا داها قدرة على التخفي وسط الطبيعة ساعات عشان تنقض على غرمها وساعات عشان تدافع عن نفسها أو زي الكائنات دي في أبطال عيشة حولينا تحمينا والدافع عننا ضد أي خطر ممكن نكون ما بنشوفهاش في حياتنا العادية بس هم دايماً حولينا بيضحوا بحياتهم على شنة بيوجهوا الموت عشان نعيش في أمن وأمان ترجمة نانسي قنقر دا الهدف بتاعنا قيادة مهمة جداً في التنظيم هو اللي ورا العمليات الأخيرة اللي حصلت في البلد وراح فيها ضحايا كتير من المدنيين ظهوروا في التوقيت دا بيأكد ان فيها عملية كبيرة هيقوم بها التنظيم زي ما حضراتكم شايفين المنطقة فيها بيتين تحرياتنا أكدت ان البيت الأول مكان لتجهيز المتفجرات الثاني فيها عناصر جهزة لتنفيذ تفجيرات وعمليات إرهابية في أماكن حيوية في نفس الوقت احنا عاوزين الراجل دا عنده معلومات كتير محتاجنا مجموعة البلاد كبرة جاهزة؟ جاهزة يا فرمي وقوات التعامل؟ جاهزة يا فرمي يا رجالة احنا الحق المبين الخوف منوش مكان في قلوب مصر أمانة من يدب جاهزين يا رجالة؟ جاهزين يا فرمي أشد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله كلمة عليها نحية وعليها نموت وبها نقاتل في سبيل الله وعليها نلقى الله وعليها نلقى الله الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أول ما تخلصوا هتلاقونا في دهركم تماما في عندكم توقّلوا على الله اشتركوا في القناة أريدك تتفكر شوعد ربك للمجاهدين والشهداء من المراتب العلا اليوم رح تصير عريس في الجنة صلي الفجرة مع النبيين والصدقين أريدك تكبدهم أكبر قدر من الخسائر فدماءهم حلوا لنا قوة الدعم تتحرك ترجمة نانسي قنقر شكرا اشتركوا في القناة 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 حياتنا الطبعية اللي بنعيشها كل يوم وراها قصص وبطولات محدش بيشوفها لرجال اختاروا ان حياتهم ما تبقاش طبعية مش مهم اي حاجة في الحياة المهم وقت ما بلدنا تندينا شطن داها امر دا ما تشيء معاك يكون مهم ساعدها او غالي علينا المهم ان المهم اتتم حالا وبنجاح مش مهم ساعدها مين هيعيش ومين في الجنة راح المهم ان المهم اتتم حالا وبنجاح مش مهم ساعدها مين هيعيش ومين في الجنة راح المهم والاهم لينا وخلصت الكلام اهلنا وبلدنا يبقوا كل ثانية في امان